مش المفروض للمدام استعزم من جوزها بلما تركب مع حد خريب? ايه اللي انت بتقوله ده يا هشام? الاصول يا بنت الاصول. يا استاذ هشام حدد. تتخرز خادص. هشام ده استاذ مدحك. استاذ مدحك بيسخانك عشان تطلقي من جوزك. ايه اللي انت بتقوله يا هشام. ايه اللي انت بتعمله ده? امشي. 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 چلء. بس والله. تقديرتك. مباشرة. الحمدلله. مش تستنا لما تتخرج رجل أول يبقى أفضل؟ والله بس عشان يعني عندي شوية ظروف فمحتاج الشغل في الفترة دي جدا بسي زرادي أنا أسف اللي حولهولك ده بس أنا لاحزت كده وانت داخل لم أعوز يعني انك بتزوك برجلك خير الحمدلله دي كانت حدثة بس الحمدلله ركبت دلوقتي رجل صناحي وبامش عملية قميز جدا لا 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 ألف السلام عليم طيب يا بسي زرادي في حياتك ممكن تسيب عنوانك وتليفونك وإحنا لما نحتاج حضرتك أنا بقى نكلمك شكر جدا فض يا عمو يلا بينا نمشي من هنا أنا بجدت مش حب المكان ده بعد اللي حصل عشان خطر يلا إيه يا جميلة شغل عيال ده إحنا تفعل عليها حبيبتي مش تفعل للوحد لازم يعيش مهما كانت الظروفه إحنا قولنا إيه ما فيش حاجة اسمها تشاؤم وفيش حاجة اسمها أخوف لا أنا مش بخاف أنا بس في حايزة مشي من هنا يلا عشان خطر يه طيب بص بص استهدي كده باللالة واخد يلافص عميق لفص عميق لو صمحت سمع ريحت لك إيه يا جميلة يا عمو يلا عشان خطر يه بوليك إيه بجد والله العظيم يا جميلة عارف عامل إيه حنساكي واسيبك إيه إيه يا جميلة مدام تحكتي يبقى خلاص وفية إيه وعد صحيحة حبيبتي هونه يلا يا عم أبني بالغير وقياها عاقبك الفضايح اللي انت عملتها دي كان حيبق منظرنا إيه لو بلغ البوليس ولا جم خدوك قدام الموظفين والعمال اللي في الشركة أنا مش عارف انت بتعمل فيها كده ليه مش فهم إيه اللي جرالك وبعدين إيه الكلام اللي انت هلفط بيه ده مين قالك التخاريف دي أنا جاي على آخر الزمن بتقولي كلام زي ده ولا انت عشان عملت كده فكرني زيك ما تنطى يا شام سكت ليه إيه اللي بينك وبين الراجل ده تاني بتقولي الكلام ده أشام رد على السوق لإيه اللي بينك وبين الراجل ده بيني وبين مين إنت جننت راسني جننت؟ لا إنت ليها هتشوفك نان دلواج عايز يتجوزني ارسع ريشام اتماويتني اشتر اموو اتماعوني لماني ماني قمانو ريشام ايزي كاوزني ارتهت